السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي درس الثاني يونت 5 اكتشاف مفاجئ الكلمات الأساسية اكتشاف الفخار السلصال عيون واسعة أو عيون كبيرة كلمة أدوات أدوات زراعية طيب الأدوات الزراعية دي مصنوعة منين الحديد يبقى أدوات زراعية حديدية يبقى دي سكاوري كلاي لارج آيز آيرن فارمين تونز ستون حجري أو الحجارة نفسها أدوانسد كالتشر ثقافة متقدمة أدوانسد كالتشر إنيس بريشن الإلهام مش إلهام شهين لا إلهام كده إن تشوف حاجة فتستقل منها بعض الأفقار سيفليزيشن حضارة سيفليزيشن ستون أدوانسد كالتشر انسبريشن سيفليزيشن بعد كده عندنا أركيولوجيست علماء الأثار أركيولوجيست سكولبتورز التمثيل أو المنحوتات سكولبتورز فيميس واركس أعمال مشهورة فيميس واركس فتعالى نقول لك كلمات كلها تانية عما فيش مشكلة ديسكافري كلمات إضافية كلمات إضافية إنكريدبول مذهل لا يصدق إنكريدبول ميستري لغز ميستري سيدين بوزيشن وضعية الجلوس سيدين بوزيشن آيفي بيبول شعب الآيفي آيفي بيبول شخصيات بشرية البشر يعني بيودفول آرت فن جميل بيودفول آرت فاميس فور مشهور بي فاميس فور كومبليكاتيد هير ستايلز عارف أنت الضفاير اللي بيعملوها الأطفال كده وهي راحة للمدرسة هي دي تسريحات شعر المدفرة التطوير أو التطور التطوير التطوير إنكريدبول ماستري ماستري تصرفات الأفعل منشن طبعا عرفها أنت من الفيس والكلامنا فيسبوك منشن يذكر منشن وعندك بليف 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 يصدق يؤمن يعتقد ليرن بيتعلم والماضي ليرند أو ليرنت أجري يوافق أجريد منشن منشن ليرن ليرند بليف بليف أجري أجريد التعريفات أاركيولوجيست أبيرسون هو ستاريس فيري أول أبديت ذات دي فاين أعلم الأصار ده هو اللي بيدرس الحاجات الأديمة اللي بتطلع من تحت الأرض تولز هي الأشياء اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل بيها حاجات أخرى ده نوع من التربة بتكون كده ملزقة لما تكون مبللة حاجة متقدمة معناها حاجة حديثة أو متطورة بشكل جيد الإلهام هو مثال في خلق أفكار جديدة يعني بيوحي للآخرين يقولك ده مصدر الإلهام بالنسبالي زي ما بيكون كده في يوتيوبرز مشهورين بيكونوا مصدر لإلهام الآخرين يعني المنحوتات أو التمثيل هو فن مصنوع من الحجر أو الخشب حاجة كده الناس مش بتفهمها ولا بتلاقي لها تفسير بعدين تعال ندخل على الموضوع يعني الاكتشاف المفاجئ ومن حوالي مئة سنة رئيس الناس المحليين كانوا في قرية كده موجودين فيها قرية صغيرة اسمها النيجيريا في النيجيريا دي دولة نيجيريا دي عبارة عن دولة في غرب أفريقيا لقيوا بقى شوية حاجات كده غير اعتادية حاجات مش متعودين يشوفوها لقيوها تحت الأرض الحاجات اللي لقيوها كانت تمثيل جميلة فخارية معمولة على شكل بناء كانت كلها وغدا نفس النمط كانت تتميز بالعيون الواسعة وكمان كلها شعرها كده متضفر وعادة ما كانت التماثيل دي وغدا وضعية الجلوس كده تمثال قاعد ويده على رجله زي التماثيل الفرعونية كده لكن جودة الشغل كانت ملفتة للانتباه لأنها كانت مزهلة بشكل لا يصدق معقولة ازاي ادروا ينحطوا التماثيل بالشكل الجميل ده في فريق من علماء الاثار راحوا المنطقة علشان يكتشفوا اكتر لقوا نفس التماثيل دي موجودة في منطقة تبلغ مساحتها مئات الكيلو مترات حوالين قرية حاجة جميلة الحاجة الغريبة بقى انهم لقوا ادوات زراعية مصنوعة من الحجر والحديد الله ازاي هما في العصر ده ادروا يكتشف الحديد ويشكلوا كمان اتفق علماء الاثار يعني بيقولك اكيد التماثيل دي اتفقوا كده ان العمر بتاعها يرجع لسنة خمسمية قبل الميلاد فترة الحضارة دي لغاية ميتين ميلاديا يعني كام سنة دولها سبعمية سنة خمسمية قبل الميلاد وميتين بعد الميلاد ده كان رأي علماء الاثار في الحضارة دي لقد لقد كانت حضارة كان عندهم القدرة في استخدام الحديد والحجر في صنع الأدوات وحولوها لفن جميل فاهم معايا الكلام تعالا نشوف الجزئة الأخيرة دي يعني ايه؟ يعني هما سموا الحضارة دي حضارة نوك ليه؟ علشان هي دي القرية اللي اكتشفوا فيها الحاجات دي في ناس اعتقدت أو تعتقد ان المنحوتات أو التماثيل دي كانت هي الالهام للأعمال المشهورة في ناس اسمهم شعب سكنوا المنطقة دي في العصور القديمة بيقولك ان المنحوتات المشهورة اللي احنا شايفينها حاليا نعتقد انها كانت اصلا الهام من الحضارة بتاعت حضارة نوك دي تمام؟ احنا عندنا حضارة اللي هي حضارة شعب الايفي دي من القرن الحداشر للقرن الخمستاشر يعني ايه؟ يعني دي حضارة قريبة المنحوتات بتاعتها بقى واخد طابع حضارة نوك القديمة اللي كانت خمسمية قبل الميلاد فهمت؟ يبقى كانت مصدر الهام لهم طب ايه الدليل على الكلام ده؟ ان شعب الايفي دا اللي كان موجود من القرن الحداشر للقرن الخمستاشر كان مشهور كان مشهور بعمل التماثيل المعدنية الجميلة لرؤوس البشر يبقى دا دليل على انه كان مستقري الفكر بتاعه والشغل بتاعه من الحضارة القديمة بتاعت نوك بالرغم من كده ما فيش اي حاجة مكتوبة تدلنا على حضارة نوك القديمة دي علشان كده كل اللي احنا عارفينه عنهم هو شوية الفن اللي طلعوا دولة شوية التماثيل الثقافة بتاعتهم ما زالت لغز حتى الان محدش عارف يفسروا فهمنا القصة دي تعالنا نروح بقى على الجرامر بتاعنا وهنا الموضوع بسيط خالص هنتكلم عن في المضارع هيتحوله في الماضي الى عندك هتحول الى ور هتحول الى ووز بتيجي مع جميع المفرد ايا كان نوعه سواء كان متكلم او غائب او حتى اسم مفرد اما بتيجي مع ضمائر الجمع ومع اي اسم جمع اتفاقنا بيرجعلك هنا على الماضي البسيط وبيقولك ان في في الاثبات بنستعمل الفعل في التصريف التاني مع الافعال المنتظمة بياخد زي ما انت شايف كده فعل اما في النفي بننفي بديد نوت واختصارها ونرجع الفعل للمصدر وفي الاستفهام بنسأل بديد وبعدين نجيب الفعل ثم الفعل في المصدر التصريف التاني للفعل هو اللي بنعتمد عليه في الماضي البسيط حتى في الافعال الغير منتظمة وانتهي التصريف التاني من وانتهي التصريف التاني من كان لديهم عيون واسعة بنستخدم الماضي البسيط عشان نعبر عن حدث حصل في الماضي وانتهى وليس له علاقة بالحاضر ماجي ان جميلة made pizza for us last night عملونا بتزا مبارح made الماضي من make والدليل على ذلك ان الكيوورد الكلمة الدلة last night مبارح مش النهاردة yesterday للكلمات الدلة ago ويبيجي قبلها فترة زمنية اقولك two days ago من يومين فاته بعكس last اللي بيجي بعدها الفترة الزمنية بقول last week الاسبوع الماضي last month last year وهكذا in ويجي بعدها تاريخ يعني اقول مثلا in two thousand twenty سنة الفين وعشرين in the past في الماضي في الحكاوي بنقول one day ذات يوم once ذات مرة وهكذا دي الكلمات او الكيووردز الدلة على وميدي لك مثال هنا بيقولك ancient Egyptians كدماء المصريين built وهي الماضي من build the pyramids بانوا الاهرامات thousands of years ago من الاف السنين الفترة الزمنية جت قبل ago I met my friend مت الماضي من ميت أنا قابلت صديقي سامي مبارح بنستخدم didn't في النفي زي ما قلت لك وبعدين نرجع الفعل لأصله he didn't go هو لم يذهب out with his friends last week end الأسبوع وطلط الأسبوع الماضي she didn't eat هي لم تأكل كل سندا ويتشاتها she wasn't hungry لم تكن جائعة كانت بتاكن تفاصيل يعني to make questions عشان نعمل سؤال بنسأل did وبعدين الفاعل والفعل في المصدر did you read هل قرأت did she ride هل ركبت her bike عجلتها يبقى did you read about هل قرأت عن حضارة no i didn't دي الإجابة او لو هنجاوب يسنو yes i did did she ride her bike last friday جمعة اللي فاتت yes she did او no she didn't هنا بقى هنسأل بعداد الاستفهام ده كان السؤال بهل وهنا نفس الفورمة وهنضع عداد الاستفهام في المقدمة what did they do in the morning ماذا فعلوا هم في الصباح عداد الاستفهام did الفاعل الفعل في المصدر ده الترتيب بتاعها they worked in the garden كانوا شغالين في الحديقة where did they go last week راح فين الاسبوع اللي فات he went to the park ذهب الى الحديقة العامة ده كان ملخص الماضي البسيط رجعنا عليه بسرعة ونتقابل في حل التدريبات تحياتي لكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا على المشاهدة ما تنساش لايك للفيديو شير على مواقع التواصل اللي كمعي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تحياتي لكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته